اشتركوا في القناة انه رأى رجلا يسير في الطرقات مقطوع اليد من اعلى الكتب كل يده مقطوع وهو ينادي هذا الرجل ويقول من رآني فلا يظلمن احدا من رآني فلا يظلمن احدا من رآني فلا يظلمن احدا يقول الرجل فتقدمت اليه فقلت له ما قصتك رحمك ما قصتك قال كنت جبارا من الجبابرة واعمل عند الظلمة من اعوان الظلمة وفي يوم الايام يقول وانا اسير في الطريق مع هؤلاء الجنود الظلمة اذ بي ارى صيادا لتوهي قد اصطاد سمكة كبيرة فاعجبتني هذه السمكة واعجبني حجمها وعظم هذه السمكة فقلت له اعطني السمكة فقال هذا صياد الفقير والله لا اعطيك اني ابيعها قوتا لعيالي فلا امرك الا هذه السمكة هذا رزقه يقول فاخدتها منه بالقوة وسلبت هذه السمكة ودفعته وركلته يقول وانا امشي في الطريق وفي يد هذه السمكة واذ بها تفتح فاها بقدرة الله وتعب على ابهانه يقول فراودني واتاني من الالم ما لا يعلمه الا الله الم عظيم شديد وبدأ هذا الالم يشتد ويزيد فشكوت الاطباء فقالوا لي هذه بداية الاكلة وان لم تقطع هذا الابهان فسيسري الى كفك وستقطع الكف كله فلتقطع الابهان شريعا قبل ان يسري هذا المرض الى الكف يقول فقطعتها فما هي الا ايام حتى راودني الالم في كفي فشكوت الطبيب فقال لقد سرى الى كفك وان لم تقطع الكف فسيسري الى بقية يديك فقطعت الكف ثم ما هي الا ايام حتى سرى الى الساعد فشكوت الطبيب قال انه سرى الى الساعد وان لم تقطع الساعد فسيسري الى اليد باكملها فقطعت اليد من الساعد ثم انه سرى الى العبض الى اعلى الكتب فشكوت الطبيب فقال لي تقطع اليد من اعلى الكتف وان لا سرى الى جسدك كله فقتلك هذا الدال فقطعتها فقال لي احدهم ما قصتك وما خبرك هل فعلت شيئا سيموت هذا الرجل كل يوم يقطع شيئا من جسده قال لقد اخذت هذه السمكة من هذا الفقير وما كان من هذه السمكة الا ان عضت على ابهانه قال فابحث عن هذا الرجل فتحلل منه فوالله لو انك تحللت منذ خط السمكة لم يقطع من جسدك عضو واحد حتى الابهان يقول فبدأت واهيم على وجه ابحث عن هذا الرجل في الطرقات وفي كل مكان حتى رأيته فانكببت بين قدميه ابكي وانا اقول سألتك بالله يا سيدي سألتك بالله يا سيدي الا عفوت عني وابحتني وحللت فقال الصياد ومن انت قال اتذكر انا صاحب السمكة الذي اخذتها منك منذ زمان بعيد يقول فبكى الصياد لما رأى من حاله وقال والله قد ابحتك وحللتك لما رأيت من البلاء الذي حل بك حل به من البلاء ما لا يعلمه ان الله لقد ابحتك لما رأيت من البلاء الذي حل بك وبكى فقال هذا الرجل سألتك بالله يقول الصياد سألتك بالله هل قلت في شيء لما اخذت منك السمكة واسمع واسمع يا من ضاقت عليك السبل وتكالبت عليك الهموم والغموم انه الدعاء ولا مفرج إلا فارز الكرباء قال هل قلت في شيء قال قل قال نعم قلت فيك اللهم يا رب انك اريتني قوة هذا في ضعفي فاريني قوتك فيه اللهم انك اريتني قوة هذا الظالم في ضعفي فاريني قوتك فيه فحدث ما حدث لهذا الجبار قال فوالله لا اعود الى الظلم ولا الى الظلمة فكان ينادي في الاسواق والطرقات من رآني فلا يظلمن احدا من رآني فلا يظلمن احدا انه الجبار جل وعلا